حيث استضاف الهلال الأحمر القطري فعاليات اجتماع مجموعة العمل الفنية المعنية بتطوير معايير ونظام إصدار شهادات الثقة والمسائلة بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بمشاركة مسؤولي وخبراء العمل الإنساني حول العالم وتركزت المحاور النقاشية للاجتماع على آليات تحسين جودة الخدمات الإنسانية وزيادة الشفافية في القطاع الإنساني من خلال تحسين الاستجابة لحالات الطوارئ والتحديات الإنسانية المعقدة رح نتكلم أكثر وتفاصيل أكثر مع الدكتور محمد صلاح إبراهيم مدير قطاع الإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري حياك الله معنا ومساك الله بالخير الله يحييكم جيدا يمسيكم بالنور حياك الله دكتور ودائما نسعد بوجودك معنا في برنامج حياتنا اليوم نحن دكتور ودنا في البداية تعطينا لمحة عن أعمال اجتماع مجموعة العمل الفنية المعنية بتطوير معايير ونظام صدار شهادات الثقة والمسائلة بالاتحاد الدولي بسم الله الرحمن الرحيم عالياتي الهلال الأحمر القطري وانتوا دائما صراحتين من شركاءنا في جميع فعالياتنا وما تقصرون دائما في إظهار عمل الهلال وفعالياته طبعا الاجتماع الذي تم خلال ثلاثة يام الماضية اجتماع المجموعة الفنية هي مجموعة تم إنشاءها لإعادة إصدار معايير ومناقشتها ووضع آليات وأطر معينة لتطوير الجمعيات الوطنية الهلال الأحمر القطري عضو في الاتحاد الدولي للهلال الأحمر والصريب الأحمر من خلال هذا الاتحاد في مجموعة من الجمعيات الوطنية 191 جمعية وطنية الاتحاد الدولي يسعى أن يكون فيه معايير ويكون فيه آليات لتطوير هذه الجمعيات طبعا مستويات الجمعيات تختلف من جمعية لجمعية فالاتحاد حاب أن يطور الجمعيات التي تعتبر مستوها أقل وتصل إلى مستويات الجمعيات الكبرى التي تستطيع من خلالها أنها تؤدي الغرض بالشكل الصحيح وبنفس الوقت تستطيع أنها تنافس وتحصل على تمويل من المنظمات الدولية جميل اليوم لو نتكلم عنها مثل هذه الاجتماعات يعني شنو الغرض من استضافة الهلال الأحمر الأكتري لهذه الاجتماعات الأهداف التي تطمحون أن توصلون له من خلال عقد هذه الاجتماعات طبعا بفضل الله الهلال الأحمر القطري يعتبر عنصر قوي في الاتحاد الدولي وله مشاركات كبيرة حقيقة سواء في دعم الجمعيات الوطنية أو من خلال التدخلات الإغاثية والتنموية التي تم في أكثر من منطقة والحمد لله أيضا أن هذا يدل على الدور الرياضي لدولة قطر في العمل الإنساني العالمي كان طبعا استضافة هذه الاجتماعات طبعا في اجتماعات تمت مجموعة تقريبا عشر اجتماعات منها أونلاين ومنها كان حضوري الاتحاد الدولي طلب من دولة قطر أو من الهلال الأحمر القطري أنه سضيف هذه المجموعة نظر الحمد لله لإمكانيات لدى الهلال الأحمر القطري وأيضا مساهمات حقيقة في النقاشات التي تمت سابقا في مناقشة المعايير ووضع الأسس والآليات لتطبيق هذه المعايير فكان الحمد لله طلبهم بناء على تواجد وحضور الهلال الأحمر القطري في هذا الميدان نعم هذه ثقة وأنت تستهلون هذه الثقة من خلال العمل اللي قاعدين تقومون فيه ومن خلال إثباتكم لجودة التنظيم وجودة كافة الأمور اللي يقدمونها في الهلال الأحمر القطري وأيضا دولة قطر مبغريب عليها مثل هذه التنظيمات اليوم أكيد في جهات كثيرة كانت مشاركة معاكم في هذا الاجتماع قلنا نتكلم عن هذه الجهات طبعا الجهة الرئيسية كان هو الاتحاد الدولي للصليب الأحمر وهي الأحمر واختاروا مجموعة 15 جمعية وطنية في مختلف المناطق وكان من ضمها طبعا الإهلال الأحمر القطري عساس كل جهة تمثل أو كل دولة تمثل المنطقة أو الإقليم التي تأتي من خلالها فالحمد الله كانت المشاركة جدا ممتازة وكان الاختيار لمجموعة من الجمعيات الوطنية من الدول يعني لها باع كبير حقيقة في مجال العمل الإنساني وكان لها حضور قوي والحمد لله النقاشات التي تمت خلال ثلاث أيام الماضية كانت جدا ممتازة وفيها تغيير صراحة كبير في طريقة وآلية وعمل الشهادات وأستارها وتوثيقها والمعايير وإيجاد المعايير المناسبة والتي تعطي القوة حقيقة للجمعيات الوطنية جميل الله يعطيكم العافية يعني من خلال هذه الاجتماعات التي قمت فيها وأيضا النقاشات التي قمت فيها لو نتكلم عن أهم المحاور التي ركست عليها من خلال هذه الاجتماعات وأيضا المخرجات التي صارت من خلال الاجتماعات التي صارت نعم هو طبعا كان فيه اليوم الأول كان يركز على مناقشة المعايير هذه هو فيه ستة معايير تم التطرق لها وتم وضعها على أساس هي الأساس لكل جمعية لا بد أنها تبدأ تطبقها وتحاول أنها تصل للدرجة المثلة أو خلنا نقول الامتياز في هذا المعيار على أساس تستطيع أنها تنافس وتكون لها حضور وقوة اليوم الثاني كان فيه نقاش عن آلية تطبيق هذه المعايير كيف نطبق هذه الأسس وكيف المعايير والالتزامات التي لا بد أن تلتزم فيها كل جمعية وطنية على أساس تصل للمرحلة أو للهدف الذي نريد من كل معيار وكان اليوم الثالث حقيقة نقاش قوي شوي لأنه لم نقول في خلاف لكن كان فيه نقاش حاد في مسألة هل نوجد جهة خارجية يتقيم أم من الداخل يتم التقييم داخل الاتحاد فكان الحمد لله كان رأيي الهلال الأحمر القطري وكان داعم بهذا الأمر نحن لا بد أن يكون فيه جهة خارجية تدعم هذا الأمر وتعطيهي الشهادة بشكل قوي مناسب والحمد لله تم اتفاق نوعا ما على هذا القرار دكتور نستغل وجودك معنا اليوم يمكن كان لنا لقاء سابق وتكلمنا عن المساعدات التي توصل لأخواننا في غزة وكنا في البداية من خلال وصول المساعدات اليوم بعد هذه الفترة الطويلة خلنا شوي بس نطلع للمشاهدين واحنا نتعرف أيضا على جهود الهلال الأحمر القطري في هذا الجانب جانب المساعدات هل وصلت هل ادخلت إلى غزة طبعا خلني بعد قبل أن نبدأ في موضوع الهلال الأحمر القطري ودوره في الاستجابة لأحداث غزة طبعا كل أزمة لنا لقاء سابق وتكلمنا عن المساعدات التي توصل لأخواننا في غزة وكنا في البداية من خلال وصول المساعدات اليوم بعد هذه الفترة الطويلة خلنا شوي بس نطلع للمشاهدين واحنا نتعرف أيضا على جهود الهلال الأحمر القطري في هذا الجانب جانب المساعدات هل وصلت هل ادخلت إلى غزة؟ طبعا خلني بعد قبل أن نبدأ في موضوع الهلال الأحمر القطري ودوره في الاستجابة لأحداث غزة طبعا كل أزمة تولد مجموعة من المعايير تولد مجموعة من الأسس وخلنا نقول القوانين التي تلزم وتحدد صراحة كيفية التعامل مع الأزمات رواندا سابقا والأزمة التي صارت فيها تعرفون المذبح التي صارت خرج من بعدها معايير سفير هذه المعايير كانت توضح وتحدد بعض النقاط لكيفية التدخل الآن أعتقد أنه سيتم أيضا النظر في المعايير أيضا جديدة معايير تدخل قانون دول الإنساني احترامة وتطبيقها وما إلى ذلك فالأزمة هذه حقيقة أزمة كبيرة أزمة مبسيطة يمكن ما مرت من قبل بهذه الطريقة حقيقة من البشاعة والفضاعة اللي قاعدة تصير الآن مع أخواننا في قطاع غزة إلى الأحمر القطر الحمد لله من بداية الأزمة تدخل من عدة جوارب تدخل داخل غزة وقدم مجموعة من المشروعات أرسلنا مجموعة من المساعدات عبر الجسر الجوي اللي وجه فيه حضر صاحب السمو الشيخ تيمين بن حمد أيضا كان فيه لنا مع علاقتنا مع الهلال المصري والهلال الفلسطيني كان عندنا شراء من جمهورة مصر العربية وكان تم إدخال مجموعة من المواد والمساعدات إلى الداخل وإلى الآن الحمد لله فريقنا بالداخل موجود بتتواصلنا مع شركاءنا المحليين بالداخل قاعدين نقدم ونؤدي الواجب اللي علينا ونتمنى إن شاء الله أن الحرب هذه تتوقف بأسرع وقت ممكن ويتم إن شاء الله إدخال المساعدات لأن الوضع أصبح كارثي جدا في جميع القطاعات صراحة سواء الصحية الغذائية المياه بكل القطاعات الوضع جدا سي الله نستمع الله إن شاء الله يفك عوقهم إن شاء الله وتنتهي هذه الأزمة وتنتهي هذه الحرب وأكيد دائما الفلسطين وغزة قضيتنا الأولى ودائما نحن مع هذه القضية وأكيد الجهات الخيرية في الدولة والمؤسسات الخيرية دائما تدعم هذه القضية شكرا لكم على جهودكم في المساعدات وأيضا في كافة الأمور التي تقومون فيها الدكتور محمد صلاح إبراهيم وأنت مدير قطاع الإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري يعطيك العافية وما قصرت على وجهتك معنا شكرا جيسي يعطيك العافية دكتور إذن مشاهدينا طبعا